يا أهلا بكم معودة من جديد لتاني وآخر فقرات الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي الفقرة اللي بنورنا في الخلالها كابتن محمد حشيش واللي بنتكلم معاه عن كتير من الأمور المتعلقة بالنادي الأهلي وكلمة الإجهاد اتقالت كتير قوي في سياق حوارنا مع كابتن حشيش وعلى ذكر التفصيلة دي كنت بقول لحدك من شوية أن في الفترة الأخيرة لاحظنا أن فيه أكتر من لعب مش في مستوى العادي نتيجة الإجهاد المفرط نتيجة تلاحهم المباريات إلى آخره من ضمن الناس اللي كان مستوها بيطلع وينزل عمر السولية وقاليو ديانج ويمكن ديانج كمان كانت أوضح عنده الحكاية دي إن كان فيه فترة تكاد تكون مش حاسس بوجوده في الملعب وبعديها بفترة ترجع تشوف العادي اللي انت بتشوفه من ديانج ليه بقى تفسير الموضوع ده؟ ليه بقى؟ لأن المركزين بالتحديد اللي هم الديفندرات بتوع نص الملعب معروف في الناس اللي طبعا في وسط الكورة وعرفة ولها علاقة بالمجال أكتر ناس بتجري في الملعب يعني عليه أدوار كتيرة جدا جدا يعني ممكن مثلا المساك لحد ما البكين الطرفين واحد بيكمل واحد بيستنى إنما اتنين بتقنص الملعب ما بيقفوش ثانية فعشان كده أكتر ناس كانوا مجهدين وبان عليهم الإجهاد شوفنا ديانج وشوفنا السولية وشوفنا حمدي فاتح برضو لأن هما التلاتة دول كمان كانوا بلعبوا باستمرار خلال الفترة الفاتح مع موسيماني بيلعب بالتلاتة يعني كان برضو فترة قبلها بيلعب باتنين واحد قاعد بره بغير لما كان بيلعب أربعة اتنين تلاتة واحد إنما لما لعب بتلاتة في نصف الملعب كانت تلاتة موجودين فطبعا ما فيش راحات ليهم عشان كده كان أكتر ناس بتبقى مجهدة شوفنا السولية ووصل لمرحلة كان مش قادر وبعدين خلي بالك إن دولار بالتحديد كمان أساسي منتخب مصر فبرضو خلال الفترة اللي فاتت كانوا تصفيات والكس العرب وكس الأمم والتلاتة كانوا بيلعبوا اتنين وطبعا ديانج معها منتخب بلده فأكتر ناس كانت مجهدة كذلك برضو كنا بنتكلم على علي معلول نفس القصة برضو لأنه برضو لعب أساسي ولعب منتخب تونس وكده فكان مجهد فالناس دي تعبت تعبت يعني برضو فترة من الفترات بس يمكن كان قابلهم شوية أفشة الناس كثيرة عملة تقول يا جماعة أفشة ومستوى ونزل مهون انت لو تبص على أفشة برضو الراجل كان البلاي ميكر الوحيد في النادي الأهلي لفترة طويلة كمان لفترة طويلة من أيام القضية ممكن وهو شغال 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 والدنيا صعبة برضو بالنسبة له فلازم برضو مجهد مجهد لأنه كمان أفشة برضو من نوعية العيبة اللي بينزل استلم الكرة هو الربط ما بين الدفاع والهجوم بينزل وصنع ألعاب وهداف فترة كبيرة من الفترات فبرضو كان مجهد محمد شريف من الساج برضو يا جماعة كم جاري يعني انت لو تشوف محمد شريف الموتش بتاع بيرامدز من الملعب يمكن عشان اللي بيتفرجوا على الشاشة بتبقى الكادر بس بيجيب لك ما تجيب لكش تحركات بقية الملعب هو ما بيبطلش جاري فبرضو عليك كم إجهاد غير عادي فعشان كده برضو هنرجع لما رجوعنا أن لازم يبقى فيه تطعيم بالعناصر اللي موجودة في النادي الأهلي لأن أنا شايف أن فيهم ناس دلوقتي مؤهلة بدنيا وفنيا وخلاص كسرت حتة حجز الخوف إنها تشترك مع الفري الأول وبعدين إحنا برضو خلي بالك نستغل برضو حتة إن كده كده مفيش جمهور فمفيش ضغط جمهور في الملعب وما لو كان فيه جمهور في الملعب جماعة كان لعيبة صغيرة دي لعبة إمتى بقى ده اللعيب زمان ما كان بينزل في وسط الـ 98 ألف متفرج وهو لسه ما بيتحسس خطواته الأولانية للفرقة الكبيرة بيبقى بترعش فبرضو حتة إنه مفيش جمهور دي تقدر تديلك يعني جرأة تلاعب الناس موسيقى